اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خاصة الجروحات العاطفية والانسانية يلي بتصير معها بالحياة من خلال اشخاص يلي بيعزهم يلي بيحبهم وبعيش معهم بكل شفافية هيدا هو الجرح يلي بيخلي الانسان انه ما يعيش رغبة قلبه بيصل لمحل الانسان يلي بيكون مجروح بيعيش ثلاث نتائج اول نتيجة انه بيسكر على حاله ويصل لمحل هويته الشخصية بيصير هو يكرهها بيعتبر حاله ان هو منه محبوب تاني نتيجة بيصل عليها انه حتى بيسكر على الاخر ما بده يعيش معه بيهرب منه حتى بيوصل لمحل ما بيقدر حتى انه يسامحه تالت نتيجة بيوصل لقلا انه بيهرب من الحياة وباطل عنده هدف وهلا حتى غاية هو ماشي كرمالة شي الوحيد يلي بيرجع بيخلي قلب الانسان انه يرجع يصح ويكون عم بيعيش هيدا رغبة القلب يلي نخلق كرمالة انه يعيش حب نظيف حب صحي حب بيحبه لهيدا الانسان متل ما هو مع شخص ما بيقدر يكون معه الا متل ما هو هذا الشخص ما في فوت بعلاقة شخصية الا مع هيدا الحب الانضيف يلي بيفوت معه من خلال يسوع على الصليب هيدا الحب يلي يسوع على الصليب عطانا ايه عم بيرجع يخلقنا من حالة الموت الى حالة الايامة عم بيرجع يطلعنا من عبودية الخطية الى حرية ابناء الله عم نختبر معه هيدا الحب الانضيف يلي بيحبنا مثل ما نحنا برغم من كل خطيانا برغم من كل ضعفنا برغم من كل الصعوبات يلي نحنا عم نمرق فيها يسوع على الصليب هو عم يضال دايما معنا هو يلي بيشفي لنا كل جروحاتنا لأنه بيلمس أعماء قلبنا هو يلي بيعطينا قيمة لكل حياتنا رغم كل الخوف يلي نحنا عم نعيشه رغم كل اليأس يلي نحنا عم نعيشه حب يسوع على الصليب بيعطينا الأمل بيعطينا الرجا بيعطينا حيات جديدة اللي نحنا مقدر نمشي فيها أكتر وأكتر ومن خلالها باتحاد معه مقدر نوصل إلى درب الأيامة كتير مهم بزمن الصوم نتطلع بحالنا نقدر نكتشف جمالنا نسأل حالنا لا ما عم نقدر نحب حالنا مثل ما نحنا عايشين ليش ما عم نقدر نشوف هالجمال الحلوي اللي نحنا عايشينه ليش ما عم نقدر نفوت بعلاقة شخصية مع هذا الإله يلي بده ينقلنا من حالة الموت إلى حالة الأيامة خلي أحبائي زمن الصوم هو يكون زمن انتقال القلب يتحد أكتر وأكتر بقلب يسوع تحتى بهذا الاتحاد نصير ناس جديد من خلال علاقة شخصية فردية اتحاد بين الإنسان والله أمين ترجمة نانسي قنقر